ده واحد من الأسواق اللي فيه الناس بتشتري منطقة شعبية شوية بس خلي بالكم الناس اللي احنا شفناهم في المكان ده مع زمان نشنودة هم دول المصريين الغلابة اللي بيعانوا اللي مش عارفين يشتروا حاجة بسبب الأسعار اللي زادت سيبكوا بقى من المصدرين والمستوردين عندهم مشاكل كتير عندهم مشاكل في دخولهم اللي ما بقتش متكافأة مع الأسعار اللي بتغلى واحد قال كده عندهم مشكلة في ان احنا بقينا محتاجين السلع وما بقتش موجودة في السوق عشان احنا بنصدرها عندهم مشكلة في ان كل حاجة غلت ومش عارفين يشتروها الناس دي عندهم مشاكل كتير قوي ممكن المشاكل دي تبقى نتيجة لقرارات غلط الحكومة خدتها ممكن المشاكل دي تبقى نتيجة لان احنا مش عارفين الفترة اللي احنا فيها دي نتعامل ازاي مع الناس ممكن عشان حاجات كتير بس في الأول وفي الآخر مفيش حد بيطلع يقول للناس دي خلال الفترة الجاية ان ظروفكو هتتحسن هتكون احسن احنا منتظرين والناس دي منتظرة بس لغاية امتى في فئة من الناس ما تقدرش تتحمل في ناس ممكن تتحمل شهر واثنين وثلاثة لغاية ما البلد تتصلح في ناس تانية ما تقدرش في ناس تانية معهاش علشان تقدر تتحمل اصلا الفترة اللي جاية احنا مستنين تعديل وزاري مفروض ان التعديل الوزاري ده يبقى بشرة امل او خير على المصريين عشان لو فيه اي قرار خلال الفترة اللي فاكت كان قرار خاطئ من بعض الوزراء يتم تلافيه خلال الفترة الجاية عشان الناس دي ما تعانيش بالمنظر ده الناس نازلة سوء بس ما بتشتريش حاجة بترجع باديها فاضية لان معهاش والان اللي في جيبها ما يقضيش ان هم يجيبوا به فبالتالي بيرجعوا مش جايبين حاجة او جايبين عينات عشان يبقى اسموهم في الاول وفي الاخر دخلوا على اصارهم وولادهم بحاجات ولكن الناس دي بتعاني معاناة غير طبيعية فلو ما كناش هنقف معاهم ولو ما كناش خلال الفترة الجاية هنعدل الحكومة والوزراء اللي موجودين في الحكومة بصورة ناس تخدم مصر بجد وتخدم شعب مصر بجد ما تلموش حد اشتركوا في القناة